أخوتي المغاربة حياكم الله أينما كنتم داخل المغرب وخارج المغرب أستاذ عبدالله بن كيران رئيس الحكومة المغربية السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية قال علي بأنني شيطان وما عنديش مصداقية وعدد من الكلمات الأخرى أخليكم تسمعوا على الشيء اللي قالوا ونواصل هذا واحد أخينا مرة مرة كي يجبني ويبقى كده بن كيران بن كيران بن كيران وإني أنا ما غني جاوبوش لأنه هم ما عندوش مصداقية عندي تعمل العمل دير الشيطان الشيطان شك يدير الإخوان مع العرافين يخلطوا الخبر الصادق بالخبر الكاذي أنا ما كنا هدرش مع هذا هذا الكذابة اللي كي يطرزوا الكلاب النهار اللي يكون شي واحد فيهم معقول ويقول كلام معقول وصحيح ودقيق ويتحرى فيه ويعرف راس هو يعرف الأرقام شك يقول هذه الساعة نجاوبه بل نجيبه عندي للدار نهضره نوياه ونصور دك شك ونخرجه في التليزيون أما سنخافش إذن السعب الإله بن كيران سبعتوه قبل ما نتفاعل مع الأستاذ عبد الإله بن كيران نبغي القول الآتي وأنه ربعا دير الصفحات ثلاثة معروفين دير السيد رئيس الحكومة وفق ما يروج طبعا في الانتظار تكذيب ديره محسوبا عليه واحد ثلاثة صفحات واحدة فيها السخرية وجوج فيهم كده معروفين دائما كتلقى حميد المهداوي وخا غا تكحب وحل دبها ثلاثة صفحات واللي بارح جبدنا ديك الشيخة ديالتراكس فوق الحجرة قلنا لهم آل مغاربة عندكم ولادكم كيموتوا في قوارب الموت آل مغاربة عندكم الأسعار كدير خمستاشر أردرهم ليطرود المازوط عن مغاربة 300 ألف واحد كل قاطعة من الدراسة الله يرحم والديكم إلي ما يهتموا بهذه الطراوات وبهذه الفلوس هذه الشيخة ما شي شيخة دراكس فوق دعم ما كان أجيدها ما كان عارضها قلت لي هم غير الأرهم كينهيون بهذه المواضيع رجاء إلى ما انتم شدوها وفي ثلاثة صفحات خلصة دقة كاملين مش يتم المشكلة وما كيقلق نيش أنا رفوق أشغل أن تقلق نالي ما يبقى هضر عليها تاوحد تماعة فراصي سالا وقت أم كتظر في معنى أن ما كهضر عليك معنى أنت موجود ولكن كانت تقلق لأننا بغينا نصنع واحد لوعي الشعبي لأن الهتمام بدك شيخة دراكس وده الهتمام بهذا واحد زرع الشعر ولما زرعه وشوله هاد هادوك أفراد ما كيصنعش وعي الشعبي اللي به غن نقفوه قدام الأمم عدنا مخاطر سبتوميليا يمكن نقوم دخولها بالفيزا مستقبل الحزب الشعبي المعارض الإسباني هوا كي يتحرك لهذه الوجه عدنا مشكلة لوحدة الترابية فنقوله ما المغربة نتابعه تابعه البيت والأسعار المستشفيات هذه القضايا الخرى ماشي معناه ما كترقعش المستوى المشكلة كيشدو ديك الجملة وخل فيديو كون في ساعات تانية وكتلاقي هادي بهادي كله لتضي الصفحات محسوبة على السي عزيز أخ نوش معلش 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 مكيش مشكلة وكينو واحد الصفحات محسوبة على واحد الجهة إدارية واحد الوزارة من الوزارات النافدة في المغرب فيها واحد الطرف يعادي هاد الموقع مكين بس فكي هاجمونا هادو بربعات صفحات شد بن كيران ودير المهداوي بن كيران يهاجم المهداوي وايلي واش علينا هادش كي ماش بيني وبي المن كيران عايت تانا الواحد القيدي كبير في حزب العدلة قتلو السيف لان ما كيحييتش مع بن كيران قلت له واش السيب الكيران كي قصدني عيط لي يا قال لي يا راكي قصدك انت السيد المهداوي فالهضرها هات هي الهضرها يسمي عشكم قال لي را انت هو المقصد را هو عادي نقول واحد فكرة السيب الكيران والجامع ما كي قال لها قلاش هاتش نحن من الناس اللي كانش نجعوه يكون حوار دائم بين الصحفي وبين السياسي وموصيبت هات البلاد هي ما كينش هاتنوع من السجلات مزيان فقط كان نختارفه مع الأسلوب ما خسناش نهبطه الواضحار احنا نخبأ خسنا دائما نكرسه واحد الثقافة ديال الاحتراب ونناقشه ولكن مني ما نمزلوش لمستويات خيبة وخيبة بزر فاحنا قندعوه جميع السياسيين يكونوا بحث سيب الكيران هاضروا وخارقوا الناضيبة على الأقل الإعلام كي يخدم السجاج الشعب يبقى يتصنط كادا كادا فكلها أموره مزيانة وسبق ليك تكون في حال الحلقة سابقة قلت لكم انه واحد المقولة كانت يقول لك إن وجود أناس منشقين ومستائين ونقديين ورجعين يبعث الحياة والحيوية في التورة إن المواجهة والسجال ينميان عضلات الشعب الإديولوجية إنهما رياضة وترياق ضد تصالب المفاصل وضد السلبية هاد المفكير قبل ما تكون التورة دي 1917 في روسيا كان نقاش حول فقال لي هم روجود أناس منشقين ومستائين ونقديين ورجعين وخيكم لدم تخلفوا ونقديهم هادك النقاش راهو زال خاس غير يتوفروا شروط النقاش الحر والهادي ويكونش القمع الإداري ويكون لنقي صنطة لبنان رأس الشعب رابح هاده يقول وهاده يقول مصيبه يمي يقول والو أنا ضدك صمت القبور ديل عباس الفاسي ولا ديل السعب حمال يوسف من لي رجع ولا حك كما قالوا طالبي العالمي قالوا واحد الكلام ديل الإسفاف ما عنده عير ما عنده منطق قال بل كيران شوف عصمان راه كان دار السياسة قلوا شوف كل مزوار راه كانوا وكانوا وكانوا رؤية انتقال الله في راسك في شيء أخوات والإخوان التجمه والوطني الأحرار سيحمد عثمان لما تخلى عن كم المهمة دياله مشاف حاله سيصطافى المنصوري لما كم المهمة دياله مشاف حاله سي صلاح الدين زوار لما كم المهمة دياله مشاف حاله سي عزة خنوش أنا متأكد أنه سيكمل المهمة ويقوم بحاله ولم يكمل شيء واحد شيء مسؤول في التجمع إخوان أعضاء مكتب السياسي ورؤساء الحزب يقوم بحالهم هذا قول لا يقول به سوى إنسان ما يفهمش في السياسة لا اعتزال حملهم والناس وحمل الهم لهذا الهم عمره ما يستقل بحل العبادة كما قد فرصة أخرى لك عبادة ربي ما يستقلش من العبادة فليك يهزل كنستقل له من الكورة كنستقل له من أستاذ كنستقل له من الوظائف ديال أما الرسالة الإنسانية ما كنستقل له أخيكم بلهم كي تلقفت يموت يبقى يناضل يناضل بعينه وبرجله وبيده وفلوسه إذن أي واحد كيقول كيقول بن كيلان سيستقل بمناسير تكمش خلينا نديره ما بغينا إنا نضلت التقاف إذن السبن كيلان هاتش اللي كي يدير ديري حضار ويناقش كنحيي عليه برافو 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 ولكن أجي السبن كيلان أناقشوها تشيون 8-9 صدار ديرك وأنا تكون مأكد عندي منك حتى شي موقف نفسي طبعا أنت السيعد إله بن كيلان أول كلمة كتقول بن كيلان بن كيلان بن كيلان أنا كنتظل نقول بن كيلان بن كيلان بن كيلان هذا واحد أخينا مرة مرة كيج بدني ويبقى يأكد بن كيلان بن كيلان هذا القول السي بن كيلان غير علمي وغير منطقي انت فاعل يعني حزبي وآمين عام الحزبي وكنت رئيس حكومة وشخصية عومية إذا بغيتي من هذا وش عليك كثير في داركم أي شخص كيقترح حراسه يكون بادي ليه يدبر العام خالص صحافة تضال له ما غير حداش عليك النجار وما غير حداش عليك السودور وما غير حداش عليك الخياط وظيفة الصحافة هو أنه يقتفي أطار الفاعل الحكومي البرلماني الجماعي المؤسسات الفاعل القضائي أي فاعل هذه وظيفتي خدمتي فكيف تصادرني حقي في خدمتي إذا اللي بغيتي من هدون شريك سير دخل سوق جواك نقطة أخرى روزفيلد هو أحد أشهر رؤساء الأمريكيين واحد النهار مهضرت شريه الصحافة أولا أسبوع فقال المستشار ديره قالوا الصحافة مهضرت شريه قالوا السيد السيد الرئيس معناه أنك تسير في الطريق السري معناه أن الأمور مزيانة قالوا روزفيلد لا قالوا هذا نقوس خطر هناك خالل الماء قالوا جمع لي الصحافي بلين دوا صحافي دوغور البطل القومي الفرنسي كانت له كانارونشيني واحد مجلة صاخرة دايماً كتقشب عليه ما دلتوش واحد عديده ولا جوج مدتهش فيه حسب الفراغ وحسب لي هاي جوج السياسية فصيفت واحد الرسالة ضيبنا واحد الباقة دورت وقال لي كانارونشيني قالهم ألم يعجبكم شيء في أنفي هذا اليوم لأنهم دائماً كانوا كيدلوا من خرط ويه؟ بمعنى الزعماء الحقيقية دائماً كيحتاجه للصحافة أن الطبيعي هو أن الصحافة تدر عليك اللا طبيعي هو ما يتسوق الكتا واحد فكيفش أنك تهاجم الطبيعي الأستاذ عبدالله بن كيران السي عبدالله بن كيران كيقول المهداوي ما نهضرش معاه ما غانا نضرطش عليه لأنه ما عندوش مصداقية وإني أنا ما غانا جاوبوش لأنه ما عندوش مصداقية عندي السي عبدالله بن كيران أولاً ترضيش عني شيء واحد اللي ما عندوش مصداقية لا نتعرض له بأي شكل من الأشكال لا بحرف ولا بجملة ولا بنص لا بتانية ولا بدقيقة ولا بساعة ولا بيوم ولا بسانة هذا هو المبدأ شيء واحد كيتعرض شيء واحد هو جاوبو في الوقت ما غانا جاوبوش لا ما غانا جاوبوش ما غانا جاوبوش مرة لقاء 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 الأعضاء لحزبك كنا مشاكير كنا غلال أسعار خصصي لي واحد لحيز أنا موجود ولا حق لك أنا صحفي أنا مش مونيا في السياسي أنا لا أحمله مشروع سياسي أنا مشي حيز هذا هو الخطأ اللي كيوقع فيه السيب الكيران وكيوقع في بعض الصفحات ما عندوش لحق تناول الصحفي لا شن الصحفي ما عندوش مشروع سياسي ما عندوش حقيبة ما كيتلقاش من الملعام ما كيتخلش من الملعام أعبد الله هذا هو الخطأ فالناس كيخليوه أصحاب اللي كيصرعوا الفعل العام ولي كيتخلصوا من الملعام وكيتعرضوا الأشخاص صحفي ولا الحق إذن الأستاذ عبدالله ملكيران خصصت لي يا حيز إذن أنت معني جوش إلي بغيني هاد المبدأ ديال أنا ما يجاوبكش لحقاش ما عندكش مصداقية معنى هذا أنت كتجاوب على هاد المصداقية واللي ما عندوش مصداقية ما كتجاوبهمش كيف تقول في ردك على طالبي العلام قال عليك ديبشير إذن بفق القاعدة اللي قلتي أن طالبي العلامي عندوه مصداقية بجاوبتي واللي عندوه مصداقية تقول لي حمار وش الحمير تكون عندوه مصداقية هنا تناقض كبير كي ما كتجاوب عدد من العباد الله ومدوينات ومدوينين ووا إذن هذا كلام لا أسس له من صحة وبالتالي كي نشي حاجة أخرى ما نبغيش تخفي عليها أنا غنقوله لك من بعد بخصوص دائما المصداقية أنا أعطيك واحد الإشارة مهمة بزاف السعب إله من كلا هذا الإنسان اللي قلتك ما كش بغي نقولهش كنت في مفاوضات مع أحد القيادات ديال الأحرار عادي أنا ماشي قيادات ولكن منا واحد نقوله رجال صفتان ولا التالي هيعطينا واحد الإشار واحد القدر ديال الفلوس بسبب دك أنا أقول لك واحد المقطع حرمنا من الإشار والله ما عندي مشكلة والله ما عندي مشكلة وعندي بزاف هذه المستويات نهاري يجي الوقت وندولك في هذه المحطات هذه الإنسان اللي قلت أنت ما عندوش مصداقية لأنني قتله داناءة والعبارة اللي قلقته بزاف وقاحة هذا إسفاف ونحراف هذه وقاحة فأنا وهذا الموقع السجل هدي عندك ولا بغيت نجيب لك حتى السيد قصر من الله حتى نجيبولك والله حتى نقولولك إلا بغيت ولكن لا حدا بس سيد ما هات السيد هذا إشهار وبسبب ديك الدفاع ديالنا عليك طلغت هات الصفقة ديال إشهار لكنا نغل نوزه مع هات السيد هذا وما عندنا مشكلة ويا ما طلغت صفقته ويا ما حبست بس بعدد من المواقف ديالنا هات إنسان هات عقل وغلنا نعقلك على هات الفكرة هاتي غلنا نخليك تسمحها مزيان وأنت تواجه على طالبي العلامي شكو الصحفي اللي خرج دافع عليك وخلتقتك هذا الطالبي العلامي هو اللي في موقع الحكومة اللي ما عندهش مصداقية يهروله نحو القوامل ويتودد إلى ذوي أصحاب الصلاة لا قتله واقاحة قتله داناء ما كنتش كندف عليك أنت هو فقط كندف علي صورة المملكة المغربية لأنه مهما كان وضعوك أنت لا أقبر رئيس مجلس النواب ينزل الواد الحار لا يقولوش تديب الشارف هات المستقبل احنا مغاربة كبير ونهاتش مملكة عدنا تقاليد وعدنا أعراف وعدنا أخلاق كما أنت ما عندك حق تقول له حمار ليس من الأخلاق ولكن انت في جوش حواج اللي كانت تشفع لك نسبية لا تشفع لك نسبية أولا نجيب ذك الشر بالشري والبادي أضلب والخير بالخير والبادي أكرم ها علاش الناس تعطوا معك شوية جوش انت في موقع المعارضة هو في موقع المسؤولية فمسؤوليته الأخلاقية أكبر وكنت عندنا الشجاعة نقولها لو كنت أنا بديك صورة اللي بغيت يتصور تش عندي لك أنا؟ نقول الديب حقا ميكيا فيلي والديب كائن سياسي ونزوق هالك أنا مغير خدمة فيك وتقول أنت حمار وإن أنكر الأصوات إلى أصوات الحامير ونجيبك أحاديث النبوية ونجيبك حلقة بالعكس بالعكس أدنته كثير ما أدنتك أدنته كثير ما أدنتك طبعا كنا مستويات بزافة تشد المسداقية ولكن المسداقية دينا الحمد لله في التقارير الدولية وفي حب الناس وفي المتابعات ولا تحتاج إلى شهادتك لأنه كي يقولك إذا أتتك مدمتي من ناقصين فتلك العلامات على أن يكاملوا أقول لك أحد المستوى آخر في مصداقية دي بنتا وهذا هو وجه هذا المغربة اللي بغيتكم تسمعوا ما يتكس محمد تعود له هادي ما عندوكش المصداقية عندي لأنه ما عندوش مصداقية عندي مصداقية عندي مصداقية عندي هاد الياء اللي كتعود عليه في غاية أهمية تجل دراسة علش من كيران ما قلش ما عندوكش مصداقية وحبس هو كبر من المغربة هو كبر من الكون واخد كل الكون كامل الهداوي يقولون عندي المصداقية أنا عبد الإله بالكيران أجد نفسي تقل الكون والمركز أنا هو مرجع في الأخلاق وفي المصداقية فعندي بلا مشعر عندي لحظ ودعندي شعر خطير هو المرجع سوء وش بالكيران مرجع في المصداقية وش بالصح هو عندو مصداقي أنا أعرض عليكم كين بزار آخر نوش زوين أنا اللي اختاريته آخر نوش خايد الطالبي العالمي أنا لقيت له الحكومة طيح لا ما كتش مجلس ان هو بزوين الطالبي اللي أنا بيحمير في الأشخة هات الشي حديت ولا حالش أصبح منه أنا غنقلتكم على كين المقاطع أنا أخدكم ثلاثة ديل المقاطع لأنه وش كي يقول ما كن نقولوش الحقيقة أنا كنجيبك صوتك وصورتك دائما أنا نجيبكم الصوت والصورة انتك تقول مرجع في المصداقية وعندك مصداقية شوفوا المغربة هاد المشهد تيقول على أنه مخصناش الركعو وهد طوقوس ديال الولاء منقوس الركعو هدك الحفل ديال الولاء هدك الحفل ديال الولاء هدك الحفل ديال الولاء اللي كان مشيوليه خاصوه يتراجع مع كامل احترام جلالة الملك يعني هدك الشي دبر احنا في القرن الواحد والعشرين فمتين ولا الله ونسو كيكونوشي وحدين اللور كيديوشي مسائل مشيئية كيديوه العباد الله حني مسد حوش تكيوة هاد اعادتنا وتقاليدنا هدي عادتنا وتقاليدنا هده اعادتنا وتقاليدنا هدك عندك انت نشي مصداقية قل لكم المغربة متقاطعوش دانون مخصناش نقاطعو عليه وكاد شوفوا شكي 얘기ولم غربح لا ضانون ما نقاطعوش شوification ان الناس تعقلوا ووقفوا المقاطعا شوفوه المغربة من في الحملانطخابية ممكن نقلب على الأصوات قال لك أنا غنقاطع ضانون سيمانا سمعوا يقاطع ضانون اليوم شتوا أحد دلالي في اليوتيوب قال لك نقاطع ضانون عشرية ما نلو الغنس تزبع عشرية ما غنقش ضانون عندك شي ميصداقي هنا وش انت عندك شي ميصداقي قال لك المغربة في التطبيع قال لك أسمالكم مع العثماني الحكومة ودفعوش يستقل وخصنا نحافظوا على الحكومة والملك وتطبيعوا بلادنا والأقاليم الجنوبية قال لهم رجل جلالة المالك ولا منسبة لي يطيح الحزب هذك شغالوا ولكن تخسني الدولة ديالي ما تبانش أمام الناس أننا كان لعبوحنا أو أننا أضحوك بلاد البلاد السمعة ديالها أقاليمنا الجنوبية قضية ما فياش اللعبة لإخوان المحترمين ولهذا أرجوكم كفوا ممكن لناش نضغطو اليوم على الدكتور سعدين العثماني ويمشي لقدر الله يقدم استقالته ولا شوف شنو غادي يعمل ونوليو في أزماء نخلقوها إحنا للدولة ديالنا لا إلا كانت تكون هذه الأزماء تكون عندنا إحنا هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي اللي ترأس الجلسات ديال الأمانة العامة وهو اللي وقع البيان ومعاه الأمانة العامة وكانوا فرحانين ومليت لقاوا المرة اللي من بعد كانوا فرحانين بال يعني بالأصداء اللي كانت عندها داك البلاغ وكذا إلى آخره وإلا أدخلتي لشي حاجة بحالة وكذا قدرتك تبشي التال النهائي شو شو لي يقولهم قال لك التطبيع خيانة ويفتحوني الجيهة سمعوا المغاربة دا با بغيتوا تعربوا التطبيع الحقيقي التطبيع الحقيقي هو لو كان كانت الحدود مفتوحة وكان ممكن مشهور فلسطين ونشوفوا ديك الساعات أجلوا ما غاديتشكونوا واحلين إلا كانت تطروض يلا بعد دول محيطة بيكم لازماتهم يتخذوا هذيك المواقف جاءت تطبيعين لنقول لكم حتى واحد ما راضي بها لا شعوبهم إلا الخوانة إلا الذين يأخذون منكم الأموال ويقعون في الفساد لكن الشعوب لا تقبلوا هذا التطبيع ولولا أن الحدود مغلقة وأن الذهاب إلى أرض الجهاد لأنه واش أنتم ما تطلق خوتنا في فلسطين وبغيتون أن نرحبوا بكم هنا ونكونوا فرحانين بكم واش أنت عندك ميزداقية إلا كانت هذه هي الميزداقية فسلام عليك ريتها الميزداقية عبد إله بن كيران قال كلام أخ للك أنا شيطان تعمل العمل دير الشيطان أولا غنقول الأستاذ عبد إله بن كيران من المؤلم أنت رجل دين تستعمل هذي شي عيب عليك عيب عليك حيثي لك أنت أنا هو الشيطان وضعت حريض خطير بس كتعرف هذه تصور شي واحد بك يسمع لك يقتلني ما ترى عاو تاني يقولوا لا الخوف وكي يزلقوا من اللي كي حصلوا ما معنى الشيطان هذا هو الشيطان يقتلوني أنا وتن البشرية تنى من جرائم الشيطان وتعيش البشرية بلا شيطان من اللي أنت عرفت شكونا هو الشيطان هذا هو الشيطان هل يليقوا بك ده بنتا تنقول المسلم من سليم الناس من يديه وليسانه بس لما من لسانك فين هو الإسلام ها أنت تخالفون السواضح المسلم من سليم الناس من يديه وليسانه وانتا لك تعطي الأحكام ولا سيدة ربي الله هو لك يحكم تقول هذا خعيب هذا زويل هذا وجه النهد في النار انت صدرت الحكم قبل سيدة ربي حللت محل الله استغفر الله ودبع ودبع وايلي قوي كان تراجل عندك شيب و تقول الشيطان هذا سالقوت وخذ التكلم بالكلام ديالت السالقيت أسالقوت هذا حمير انتر غير حمير هذا شيطان وخذ التكلم بالكلام ديالت سالقيت أسالقوت انتر غير حمير الشيطان وش هذي أخلاق واش أنتذا با وش هذي مستاوى أنا سيدي في Europeanbayar غلط مشي معكنا و كلهم غلط وماين تحراش وناقص عقل وناقص دين ونقص طقافة واللي بغيتي ولكن وهذا الشي كامل وش كي يسمح لك تكون بهالدرجة من العنف استعد إله من كيره انت تخصك انت تورينا انت القدوة ده بالمجتمع لش ولا عنيف في المغرب منك يشوفك انت رجل الدين وعندك سبينام وكتستعمل هذا المصطلح كيفاش غيستعمل الشعب والقدوة والقواعد كيفاش غيكونه كيفاش غيكونه كتقول الشيطان بهذا المستوى يعني حشومة عيب 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 يعني ما تنقول لك شنا عندك سحب لك تقلقت والله ما تقلقت على تقلقت عليك عيب تنزل هذي المستوى حافظ على اللياقة حرجنا بأخلاقك استفزنا بأخلاقك خلينا من الله سيدة ربي خلي الجمهور يدينا خلي قولوا ما تسيد كي ضلمني هاتسي بحد ديك المرة عاصيد في شنير جريمة عاصيد معايا شنها هي مش يمكن صادر رأي واني تعجبني المهداوي ما كانش عليك تعتاضر وما كانش عليك وما شي كده وكان عليك تشبيتش كان عيب فرعني ولكي ملي نتاقل الشوط التاني آه الفلوس ما بينسوقو خاوي نفس العملية هرى شي يذنيني هرى ما تسبوش انت عارك زعيم حامل المشروع السياسي وهذاك المشروع السياسي هرى عقين خصوم دياله وغي هرسوه لك وبيش نجح المشروع وقصتك حولفاء ممكن لك شخدم ببعض ويكون معاك اللي كان خصتك صحافي خصتك الحقوقي خصتك في المجتمع المدني خصتك رجال السلطة خصتك أحزاب سياسة حالفات دبعا انت واني شي حزب معاك تشي حزب ما يقدري دير معاك تعالو اللي معاك فين هو الحسن الداودي فين هو العزيز الرباح فين هو الرميد فين هو البولي كل شي هرب لك واللي بقى معاك رعا ربطاشي مصلاحات ما إذا انت معا الأخوت كما بقوا معاك ما عندك شحولفاء ديالأحزاب راشيد نيني كتقول تسبوا تجيني تسبوا ضعف قير تسبوا الرمضاني تسبوا ميسا غدي تسبها غد تسب المهداوي غدي تسباشكو أنا متنبرأش ومشي كندفع لشي واحد ربما تكون بعض هادو عندك الحق فيهم وكلي ربما يستحق بعضهم ربما الله علم أنا ما عنديش ولك نغير محيط المبدأ وما اجتمعت أمتي أعرض واش انت غد تستعدي الكو الكامعة من عدلت سياسة وانت كتواجه الجبل وحيطات كتواجه ناس قويين فين ودكائك فين ودهائك واش الإسلام جاء وحرم الخمر رجف اللول ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة عاجت إنما الخمر والميسير والانصاب والإسلام تدروج سياسة عشي ما عندكش هات السياسة الإلهية في تدبيرك طو بيسيب وعد غير قد دير حديث تسير وخب لادم ميقوش كتاف وكذا حلقة قليلة ما قدرش نفعك التاقي غشار منظم لكي حشب ولكي ملادي ميلادر تيلو هكا كي اللي يسمع لك أخبار يزيدك ثلاثة من عنده أنا ما تقولش هات الشي كتستعدي الناس وكتتعزل علاش إن عندك وهم انت مركز انت على حقيقة ما تقبلش ناقش مع الناس خذ كل شي يقولك آمين هذا أكبر خطأ كترتاك بوسي عبد إله بن كيران عتسب العالم كل شي ضدك قتستعدي كل شي هاليا ليق هذا الكلام هاليا ليق تقول انت يا الإنسان الشيطان هذا صلغوط هذا حمار هذا مستوى لي ودبا انت رجل دين وكيفاش غيكونوا الناس شماكرية وكيفاش غيكونوا الناس في الحباسة وعليش كي يقول هو الشيطان لألا هذا هو العقل وحد الطرف ولك مغيش الفكر الإخواني مع كامل أسف الفكر الإخواني كثير منه كي يسيء رغم أن العقيدة دي الدين والإسلام الإسلام ما ديرش بحلاكة إلا أرجع له مثلا غير ابنو خلدون أعطيكم هذا المثال حي المغربة ابنو خلدون هذا علامة ومفكر وإمام كبير يعني علامة كبيرة مليك يشوف نهيار الأمم كيفاش كتناها كي ديروا حد دراسة علمية تاريخية هالأسباب كي يقولك مليك كتر الظلم ينضرو بخارب العمران كيركز على الظلم كيركز مليك يعطيه عندما تسندوا الأمه للجهلة عندما عندما كي دير عدد من الحويش كي يقولك هاسباب الخلاق أم ابنو خلدون ما تيقولكش المتآمر الفكر الإخواني اللي يبان في مصر هذه هي نقطة ضعف والخطيرة كيدين الواحد السياسة يلاه بغير قصي يعود ليدير إنه تoungي baby ويلدراسه يقولك هاسباب دغية أش كي يقولك مثلا فكر الإخواني أسباب الفيتنى الكبرى في الإسلام عبدالله بن سابع عبدالله بن بنسلام مسلم ولكيراية لهودي يهودي مسلم عبدالله بن سابع ده بالفيتنى الكبرى ماشي الدراسة والأسباب العلمية والتاريخية لا علش مثلا الماغول دخلوا لدمشق السبب هو الخيانة دي النصارى نصارى المدينة ببساطة علش طاحت الامبراطورية العثمانية السبوية هود الدولمة علش مثلا طاحت الامبراطورية مثلا الخلافة العباسية حق ابن العلقومي وزير شيعي علش مثلا اي حاجة المتأدي من متآمر عقلية ده بدل اشنوها علش حنطحنا الشيطان رصبه المؤامرة علش طاحت علينا علش حنا يطراجعنا هنا مثلا في البي جي دي علش خذت 13 مقعد الدولينا حيدولينا المؤامرة الصحفيين تأمروا علينا مع الشيجيهات وهذا والسبب احنا رام زيانين والقارات اللي اتخذنا مزيانة ولا مظلمنا تشي واحد وعلش احنا ضحية هذا هو عقل الاخواني دي منك قدم رأسهم وكان الشيطان وكان المتآمر وشي هاخراكة تأمر عليه وديمك عوض ما يقلس مع رأسك السعب اله بنك هنا انا غير ملزم نقول لك لشي لان اصلا اي سجال معاك انا رابح في احتنا صحفي ما عنديش مشروع ولكن اخوين غنقولها لك الله سبيل الله انت منت تاخد نصيحتي نصيحة اللولة انا بقيت تستمر في هاد الهجوم دي لك على عباد الله وحاد الوقت مش يعد القى رأسك عب بحدك رغت القى رأسك في وضع والله ما نبغيه لك اخويا تنقول لك بمونتها المسؤولية خدشوفني كنتقدك لان وضعك اصبح يعني يتير الشفق بش تقولي تجيب مدوينة تجيب مدوين وش انت كتير في البيت الابيض كتدخل تدخل القصر الاليزي تقلس مع الملوك تقلس مع الرؤساء وتقولي في الاخرح حمير وصلقوت والشيطان تقولي تجيب مدوينة ومدوين واللي في فيسبوك هدر تشقمه واللي هدر في الحمام تشقمه واللي دازو الزنقاش تشقمه راك راجل عندك 70 عام وعندك مسؤولية اخلاقية وتقود ومؤساسة وتحميلوا مشروعا وكانوا معك الناس ضحا وسعب الله به الله يرحموا على وجوه راها أصبحت تتوسيء را يتير وضعك الشفق أخوذ لك ارتاح حيث ملكة نزلت تواجه المدوينة والمدوين والصحفي والصحفية عرف راسك ركت خربك خصك تواجه المشاريع السياسية خصك تواجه المشاريع التحكومية والصحافة والحقوقيين والمدوين هدو حلفائك وخيز لك فيك شي واحد بان كبير طلب المسامحة بنزلش أنا خصك تترفع أخوذ العبرة من بعض الناس أنا أم بغيش نشبهت بعض الناس في البلاد الناس كيفاجدينين خاترين في البلاد خاتري خاتر ابنا دموك يبقى كبير تبقى كبير ركت رئيس حكومة مزيان تبقى فيه ولكن مني بأي شكل تبقى إذن انت اليوم انتبه ركت وسيء الحركة الإسلامية ركت تتعطيه واحد مطيبا خايب على الإسلاميين عبدالله بن محافظ الرحمن يوسفي رهف رع الشراكي اللي جاءوا موراه وخانبي لموني بخساسي وخيديروا اللي ديروا ماشي مستحيل عندهم دي من دكتقل دي السياسة اليوسفي كيخلصوا ضريبتها أي واحد تقوله جدولنا للشراكي انت دبارك تدير نفس العملية كتخلي الإسلاميين ورا الناس مستفدين هاتشي اللي يكدير ومخلياك تغرج كتلهي الشعب رابحين معك وتانيا كتخلق العدوات وكتزرع تفريقة لموز الجامعة كتغدي انت واحد تفريقة وسط المغاربة عمر متوحده بخطابك وعادع والتاني كتعطي واحد صورة على الإسلاميين كل هم فيهم يتشاف والنموذج هو انت فانت كتدبح للمشروع الإسلامي والحركة الإسلامية ناصحة لك المهمة والمهمة جدا وخار نكون مع قاصفة وهي الحقيقة راح السباب الخليدي لك وذيك المقعد اللي خضيتي راح ماشي هو تبقى تقول يمكن هذيك عواميل أخرى ربما شتوفرت شروط ربما درت بعض الأساليب معك بشي ربما ولكم اللي يخصك شكو الموضوعي قلت لكم مناسبة أخرى شو نقع لك بينك وبين القيادات مالك مع الرباح شو كنت خلقوا إيك ديالك كبر معاك تربى معاك اقترحتي الحكومة اللولة اقترحه الوزير شو حلق لسي معاهم الليقاء ومنترح المالوا معاك مالوا هذك اسميته المهداوي الرباح واش المهداوي ولا اسميته شو نعن قولك ديالك وماشي غير الرباح عدد من البيجيديين يوم جمدوا عضويتهم قيادات وقعيشة سؤال لاش مالهم خلي دب الدولاجي هدرت لك صحفي انا ماشي معاك نسولك سؤال مال دي ولكم بيناتكم ما مفاهمنش شو حم القاطع بيناتكم اذا نقول موضوعي جاريعة تقول هذي كراس بابها ابن العلقومي والعضلة ابن السبع هذة أول عقلية الفكر الإخواني لقطة ضعفوية دي منك الصوح متآمن الشيطان والدان نحنا زوينا رعاجيها يليد لتناتش الخيانة دي نصارى المدينة مشيك الماسيح شو على لغة كديرة ها السبب اللي هكون موضوعي شو السبب خليك بالزعف ولكمني الطب دي لخلا دي لك باشتعرفها السبب كيرا انت أسستي ودشنتي أخذيتي أكبر الإجراءات الليو لبرالية وحشية فحق الشعب المغريب لهو سبب خليك التوظيف حبستيه فقارة المزاريات مساكنك لكي يأكلوا حبستينا من الوضع حقر تعريب عود ما تقلب عن الفلوس من عد الفاسدين وتصادر الأموال وتاخد إجراءات قوية جدا وكان عندك دعم ملاكي قوي بل لك رحيتصغير هما الفقارة أما اللي لابس عليهم ولا الجنرالات ولا دي الوزار أدوك مناصي ومخدامي بطرق قانونية أو غير قانونية ما تقاسوف قصة المزارية هال خطأ اللي درتي الخطير جدا شو كلي من لعليك هاتشي من بوحدك حيث حي تقسير الخطأ الثاني درتي هو التوظيف ازدف السن دي الناس بسكن عياءه ازدينهم الاقتطاعات الاقتطاعات الرفع الدعم دي البعض الحوالي هالناس كيشريوا ما زودوا خمسة وستدرهم كلهم كيشريوا ده بعب عشرة دي الدرهم ما كونش يكيد عيفيك إذا انتا باش ما نطوش عليك تخطي أسوأ القرارات وحشية في تاريخ المملكة المغربية إلا وريد عباس الفاسي ما قدرش يقيس المحروقات والأسعار والتوظيف والتقع ما قدر السندوق التقع ودي قيسوك ما قدرش يقيسوه الحبب الرحمان يوسفي ما قدر وحي انتا الوحي اللي قصته باشي الفائدة الواطن اللي فائدة سيادك عقلية الكلمة وستطر عليها اللي يخدموا بيك وسيلوا بيك وسيفتوك وانا نظر معك هكذا هذي بغيت اللحن بشي طريقة مقدبوا الله ما قديش خدموا بيك خدموا بيك هذي آمن بيها واتشلاش انت حسيتي بهذا بقيتك تشير هكو 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 ما عارشيش كالدير قلس مع رأسك انت تختي أسوأ القارات في حق الشعب المغربي أكبر الاعتقالة الصعافين كانت في حقكم مصبتي مدير والمدونون الحقوقين تشدوا في عهدك الوحي قضاء عرفاته المملكة المغربية خرجوا عباد الله دي روجوا دولة القوضات والله ما كيش دولة القوضات احنا اللي مولينا في دولة مايش نقول واحد احترامي حيش كين بعض الناس في الداخلية بعضهم من ذوك الناس واحد اللي فيه أكله في الداخلية بعض الناس كتا نقول دولة ما عاش نوع نقولها كتار هو را كانت عادة دولة قوضات مقابل الله ما تحيد هذه وجي دولة أخرى عبتني معاش كيف دايرة دولة القوضات ورزيتي مسكين هذا قاضي عن البرف عهدكم من الأشرف قوضات المملكة المغربية والقاضي فتحي مسكين الله يجع ربي يكون معه مسكين ودرتين دوان تعليم ورغم يدقاس هذا قاضي فتحي والله أنا أمأكد أوقف معاك أمام الله عز وجل أخصدك فتحي سوف مسكين دوروفو دبق لا يتغل أنت مشيتوا بحاك قاضي فتحي كتا تعرفوا بأن السيل عنده مسكين دوروفو وقزرتوه قاضي فتحي عاديل طيط ربي يكون مع فضنا إذن حبستي حراكة قضائي دي القوضة في تاريخ عمر نعش ندك النشاط القضائي بالكتاريقة الحقوقيين الرعو في الصحفين الرعو في الأسعار هذا هو حقيقتك الشعر سيطلع له في راسك أنت هذا الجمهور اللي كيشوفك اليوم الخطأ أن يطيع فيه وأنا غلو عيك فيه رميك ولكتا وعد هذه إلا لك يبغيك الخيال هلش اليوم الناس كيتابعو لك ندواتك وتصريحاتك وكذا ماش يمعني عندك مصداقية لا لأننا شعبون فرجوي أنت تصنعوا فرجة مغاربة كيبغوا يتفرجوا كيتفرجوا في كبور كيتفرجوا في كبور كيشفرجوا فيه يعودوا بالليل كيعودوا كيعودوا أنت مش يتفعلوا معك الناس عندك خطاب سياسي ولا أطروحة سياسية لا أنت فرجاوي كتنتج الفرجة ديك المصطلحات بكشوتفشي أمين عام خور لأنك كتسب وكتواجه فالناس كيهرسوا بك وقيد هنا نسمك المشاهدة كتزاد عندك بزة شنه هو الدليل تبرا وكاد لك الحكومة وقف معك شوارع في الشعب يك كيبغيوك عندك نسبة المشاهدة وكو يخرجوك للشوارع رجعوك ما عقال لك شوارع ديبه دير اللي بغيش والله لو وقف معك شوارع وقف عدعوه لها قدام برلمان الله نجع خلي ديبه ديك الهضراء ودك تفرجها ونسبة المشاهدة راح نسبة المشاهدة علش لأن فرجاء والفيسبوك ووكلم معاك والموقع الإكترونية كتبارتاشين لأنك الادسنس ناس رايب حل منوراك هذا هو أصل الحكاية فما تتغرش ما تتغرش لأن الغروب يهرز مولا وواحد القضية الساعد إله بن كيران علشي ما كتقولش المغالبة الحقيقة المغالبة ما عندهمش دايك كيلة السماكة انت كتقول غادي نتعامل مع الصحفيين هالي يكونوا يتحراء ويقلبو ويبحتو وما كنقصروش الأخبار الكاذبة ومعطيتو الأرقام مغلوطة نهار اللي يكون شي واحد فيهم معقول ويقول كلام معقول وصحيح ودقيق ويتحراء فيه ويعرف راس هو يعرف الأرقام شكي يقول هذه الساعدة نجاوبه دبعا حنا أنا هاد النقاش دي صندوق المقاصة والخواط اللي فيه اللي فجرته مؤخرا حنا كنا صباقين اللي انشرنا في موقع بادي وقلنا واحد فلوس والخواط وحيتنا لك أقطاب إطار المهنة تحري تحرينا انت اللي معني ما بغاش يتجاوبنا علش كتدلس على الناس علش كتقول كلام غير معقولة سياد إله بن كيران علش ويش هده أسلوب حنا عيطنا لك ورفقتي تفعل معنا بس أوليتنا كتبدا وكنت نتهم لي كان عيطولك انت كترفض التعامل معنا هادك سلوك تي لزمك ولكن ما تقولش للمغاربة كنشروا علي ياك وحنا تعاملنا معاك حنا نشرنا عليك وكنت نشروا وكنت حقاو عليك وكان عدلك انت رفض تي وقدرنا مع جامعة المعتصر مدير ديوان ديالك وكنت حرروا مع الجامعة عباد الله وعيتنا لك ورفض تي تقول لنا وفي الأخرة تقول هاد الكلام وترفض فقط الناس كينتاقدوك حيما لأن النقد عنده واحد لوظيفة ديمقراطية حظيمة جدا تشاشل زعيم قومي دي البريطانيا كانك يقول لك النقد يقوم مقام الآلم بالجسم لك يكون عندك مثلا شي ديفو في كرشك منيك تضرك شي بلاسا هاداك الآلم وخاوك يضرك ولكن منيش كي يدرك يوريك العيب باش كنش يتعالج راح من عشك نتاقدو باش كنوريو العيوب لحقا شي لا مكانش الانتقادات غاي كبر الظلم وعا تكبر المشاكين يقدر واحد لوقطة الدولة ما تقدر تواجه الظلم والظلم ينذروا بخلاب العمران كما يبنو خلدول مخصكش تقلق تشارشل قال له واحد صحافي بار قال له انت تصرفتي بيلو شفار تشارشل سرق تقريبا قال له تصرفتي بسوء نيام في الفلوس دير اعادة اعمار الحرب دير مشروع مع شار أعباد الله تشارشل تلقى الصحافي بار في العيد الوطني قرم حدها تشارشل وقال له قال له لو لا انتقادات وكوذك الشي اللي كتقول عليها قال له ما كنتش غنعرف العيوب دي الحكومة دي والعيوب دي السياسة دي العومي قال له بفضلك انت اصلحت بزيف دي قال له اطعيموه الكعكة الانجليزي اعباد الله اطعيموه الكعكة الانجليزي تقاش كتعم عباد الله الشيطان والسلقوت وكيقول واحد خينا السلقوت تقول له واحد سيد خرع والتاني حمال تقول له واحد اخر كلمة كنقول لك السيد عبد الاله بن كيران قلتها في مناسبة اخرا وانقول لك انتا هذه قناعة عندنا احنا في هذه القناة اي رجل امن اي قاضي اي وزير اي برلماني اي مسؤول كيبغي يكون مع اي المنتخب ليت كي يدخل في مواجهة مع الصحافة عرفوا سقوخها عرفوا دول المستوى دي قاعدة عندي انا بعدها دي دول المستوى مش الصحفي فقرش لا مش دول مقصود الصحفي هو ضمير المجتمع هو سلطة رابعة هو عنوان الحضارة في المجتمعات المتقدمة هو عنوان الحادث عنوان التبدل شي مني كتنزل على الصحفي كتقاتل بستيلو جبادي جبادي حنا السي عبدالله بن كيران انا را كنخلصك انا را كنخلصك انا را كنخلصني انا را كنديل فيديو واجي مع التمرين وما لقيت لعبدالله بها حدايا ما لقيت لالخطيب ما لقيت لارميد عبوح دي جي هنا ودرت مقاولة وصلت لهيومان ريس واش وصلت منطمة عفو الدولية وصلت جزيرة ودرتها وكريم خلص الأسرة اللولة والصحفيين والتقنيين ومصورين وصاره وخلصوا الضريبة اللي بيها انتك تاخد سبعة ديال لمليون استاد عبدالله بن كيران يا غر غيري او لا شو غر غيري سبعة ملايين استاد عبدالله بن كيران انت السي عبدالله بن كيران اللي كتقول انا ما كان خافش دير لوس محمد فلاخر في ذاك المقطع انا ما كان خافش امزل خافش امزل خافش قلك انا يجي عندي للدار بل نجيبه عندي للدار نهضره انا وياه ونصور ذاك شو نخرجه في التليزيون قل لك الصحافي يقصدني انا قل لك هذا الصحافي يجي عندي للدار واش عنا جي عندك للدار واش عنا جي نخطب وقل لك اشوف الدار ذاك عنا دخلها اما جي نخطب اما جي عندك في اطارة انساني صاحبك اما ها كلامك غير مسؤول انت ما عندكش التقافة ديال المؤسسات والدول المدني انا رأى موقع باديل مؤسسة وانت امين عام ديال مؤسسة حزبية رخصة نتناظر بلوقت المؤسسات كيف ايجي عندي الضارة وانجي عندك المقر حزبول ايجي عندي المقر بادير وكي يقول لك ما كنخافش اما زل خافش انت ما كتخافش عايش كتقول الدولينا كان عندنا سببت عشر مقعد وهبطورينا وزادولينا انت ما كتخافش الشي اللي ما كيخافش المغاربة قولي ناش كل ذلك لك عارف اللي هو الخوف اللي كيمنعك ما من الخوش شجع هو الذي يسمي الاشياء بو سبهج كتخاف من الاضواء ما تصلتش عليك كتخاف التنسى كتخاف التهمش هتشعرش منوض هدله هيلاله كيلي عندك عاي نفسية كينا لواطة حيث اللي كيبغي المغريب اللي كيبغي المغريب ولي كيبغي البلاد تيخرش الأسرار ولي عندهم مصداقية عمول يخرش الأسر الناس كيكونوا معاك يكونوا معاك الطعام قدك تختار معاك تقول وقل شيري تتوذر شيري كل ما عندهوش أخلاق عمر نحن خرجنا الأخبار أسرار دعي باد الله أنا عندي شي مليون دي الأخبار جيب بي كل خبر اللي عندي جيب بي مليون ويكي مني مجالس أمانات وقل نخرش وقل نختارف مع الناس وقل نبقى علي خسني نحتافظ بالأسرار دي الأخلاق دي المصداقية ماشي انت عاكل باجوج وتقل شيري فأنت لا تخاف أنت تخاف من الموقع وتخاف على رأس كنت عنك تضخم وشكلتك نفسية أنا كندعوك تبشي تقليس وتكالمة وفكر فأدرتي باش لا بغيتي تترجع رغم أنه الله لا رجعتي والله اطلق السمولة الأرض ممكن لك ترجع عندك المكان اللي كنت تحلم لماذا؟ لأن المؤمن لا يضر منه لأحضر مرتين ووجودك في الحكومة كله في الدولة عندك أصحاب رأس كنت عتقتيهم لك شي لي عندك المصداقية عنده عنده اللي نقتل المغرب هذي الآن التدخم أنت أكبر واحد دار المملاكة المغربية عندك تقول لك أن قتل المملاكة والدليل هو هذي النهاية دي كين دابريو عن بهدل عندك أصحابك رأي كي بهدلوك دابا والله ما دخلت لفازك يقول لك لا دوزيم لا رباط عقلتي كانوا يتحروا عليكم ثلاثة بربعة سألوا لأنك دريتي المملاكة بتصريحات دريتيها في عدد الموضع مغاش نسميهم دريتي المملاكة المغربية ودريتي المؤسسات الدستورية فرعتيها وكنت مكلف كنت مكلف للدولة بكل ما تحمي الكلمة لأن داخل قلبك بخلاف ما كتروش حقارها متسامح ولا أنت ما كتسامح رأي ما كتنسى كتجرح وكتخزن وعندك شروح وعندك تصور وكتبان في كلها لكن العنف لكن العنف اللي كتجيك مرة وتخرجه كيبان إذن أنت لا تؤتمن أستاذ عبدالإله بن كيران أنا هضرت معك بمنتهى المسؤولية بمنتهى المسؤولية فكل مأكد ممكن لك شترجع هذه أحييدها من رأسك هذه غا حييدها من رأسك فلغا تدير شي خدمة دينة شي واحد يوجد أما أنت رأي ممكن شي توقوف فيك مرة أخرى وصند الموقع في ذلك التطبيع معه ضده الأسعار الحشيان البعض عباد الله الكبار المحترمي كده عدد منها عكل مأكدت شريكة دين فرح ماشي مزيلا كنشكركم المتتبعات والمتتبعين دين القناة ولا بد نقول لك المخرى رأى هاد الرد اللي درت مع السيبن كيران رأى ما جاوبته اشتب خمسين في المئة كنا واحد للأجوبة كان عندي ولكن كان احتارم رأسنا وكان احتارمه هاد البلاد وكي الناس وصل بيجي دي كان قطره مبغيش ننزل معه المستوى رغم أنه نزل المستوى دي الشيطان وكذا فمن قول لك لما واحد واصنع ما شئت شكرا لكم المتتبعات ومتتبعين دين القناة اللي قادر